وقع لواء طيار أركان حرب يسري عبد الحميد هلال مدير الكلية الجوية بروتوكول تعاون مع الدكتور عثمان شعلان رئيس جماعة الزقزيق في مجال تطوير منظومة التعليم الجماعي والبحث العلمي لدعم المنظومة التعليمية والبحثية أكد الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق طفرة علمية وتكنولوجية غير مسبوقة في مجال البحث العلمي وعلوم الطيران لتظل القوات الجوية دائما قادرة على تنفيذ كافة المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار يعتبر البروتوكول هو الأول من نوعها الذي يتم توقيعه مع الجامعات المصرية ويهدف إلى رفع كفاءة الطلاب علميا وعمليا من خلال التفاهم والعمل المشترك بينهما وزيادة الإمكانيات ووضع مشروع للتعاوم في مجال التعليم الجماعي والبحث العلمي لتعظيم الاستفادة العلمية وتبدل الخبرات بين الجانبين يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح أسيسي بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية وخاصة خريجي الكلية الجوية للحصول على درجة الباكالوريوس في التجارة أو درجة الباكالوريوس في الحاسبات والمعلومات عن طريق البرنامج البيني بنظام الساعات المعتمدة